اشتركوا في القناة سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة السابعة والسبعون بعد المائتين بعد المائتين يا إمام شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك وعطشي إليك عطشي إليك وليالي المحول إلى ماء الحياة يا إمام شوقي إليك شوقي إليك شوقي إليك شوقي إليك وعطشي إليك عطشي إليك عطش أيام الجدبي وليالي المحول إلى ماء الحياة يا إمام إني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغة سألتحف الفراخ وغربة الأيام هم تضحك أيام وأشوف فنك هم تضحك أيام وأشوف فنك لو حزن أسود يضرطوا للطريق الدرب موحش يا إمام موحش موحش يا إمام الدرب موحش يا إمام لا صديج لا رفيج سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة عزيز عليه يا إمام عزيز عليه عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك وراي عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الثالث والعشرون من عنواننا الذي رافقناه في الحلقات المتقدمة المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم في الحلقتين الماضيتين كان الحديث عن المنافذ التي من خلالها يخترق المشروع الإبليسي الشخصية الشيعية وهو في حال حرب أتحدث عن المشروع الإبليسي وهو في حال حرب مستمرة لأجل أن يوقف حركة المشروع المهدوي باتجاه يوم الخلاص ويوم الخلاص هو يوم الظهور القائم تشعبت المطالب بهذا الخصوص في الحلقتين الماضيتين وكان الحديث موجزا بخصوصها لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث بالتفاصيل التي مرت من جملة المطالب التي ذكرتها ما جاء في أحاديثهم الشريفة من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد برجل خيرا فقهه في الدين زهده في الدنيا بصره بعيوب الدنيا وبصره بعيوب نفسه وعرفه بمواضع الشيطان وأنبت الحكمة في قلبه وفجر ينابع الحكمة من قلبه على لسانه وفهمه أمر دينه وجعله على هذا الأمر أن مراد من جعله على هذا الأمر أن بايع بيعة الغديرين أتحدث عن الغدير العلوي وعن الغدير المهدوي هذا وغيره جاء مذكورا في أحاديثهم في كلماتهم في تفاصيل ثقافتهم وفي أبواب معارفهم أقف عند هذه الجملة بصره بعيوب الدنيا هذه هذه الكلمة بحاجة إلى شرح وبيان كسائر الكلمات الأخرى التي أشرت إليها وذكرتها بالإجمال قبل قليل في هذه الحلقة لا أريد أن أشرح هذه الجملة إنما سأعرض بين أيديكم جانبا من عيوب هذه الدنيا من خلال الواقع الذي يعيشه العالم في أيامنا هذه وتحديدا في هذه السنة التي نحن فيها وما قبلها بقليل من السنوات السنوات المتأخرة من عمرنا ربما من السنة الخامسة بعد العاشرة بعد الألفين من التاريخ الميلادي بدأ وجه الحياة يتغير بشكل واضح وفاضح لا أريد أن أطيل عليكم الكلام هناك الكثير من الفيديوات أريد أن أعرضها بين أيديكم وأتمنى أن تتابعوها بدقة لأنني في هذه الحلقة سأعرض الفيديوات من دون تعليق إذا أردت أن أعلق بحدود التعريف بالفيديو لأن الوقت لا يكفي هناك الكثير من الفيديوات هذه الفيديوات تسلط الضوء على واقع حياتنا على واقع أرضنا التي نعيش عليها سأعرض الفيديوات ومثل ما تمنيت عليكم أن تتدبروا فيها لأني أعتقد لن يجمعها لكم أحد في حلقة واحدة في وقت محدود من الزمان كي تطلع على واقع حياة الإنسان على الأرض وفي حلقة يوم غد سأحدثكم في كواليس هذه الوقائع وهذه الأحداث بحسب ثقافة العترة الطاهرة سأبدأ معكم أعرض لكم الفيديوات التي تحدثنا عن واقعنا الذي قد نغفل عنه ولا نلتفت إليه سأبدأ من هذا العنوان الفقر قناة الغد والتأريخ 2018 ميلادي كل يوم تزداد ثروات العالم بشكل كبير إلا أن هرم الثروة يزداد مع الأغنياء فقط وليس الفقراء فقد سجلت الأرقام ارتفاع ثروات الأغنياء العام الماضي ما قيمته 762 مليار دولار زيادة من شأنها أن تنهي الفقر المتقع في العالم سبع مرات إلا أن هذا لم يحصل أبدا على أرض الواقع حيث أن ثروة الطبقة الأفقر والتي تشكل 50% من سكان العالم لم تشهد أي زيادة على الإطلاق وحتى اليوم لا يزال 1% من سكان الأرض يملكون ثروة تزيد عما تملكه باقي البشرية إلا أن السيناريو الأسوأ أن يستحوذ 1% من سكان الأرض على 66% من ثروات العالم بحلول عام 2030 و70% من سكان العالم يمتلكون 3% فقط وهو ما توقعه تقرير صادر عن مجلس العموم البريطاني وبحسب التقرير ستتركز 64% من ثروات العالم بين أيدي 1% فقط من السكان أي ما يقدر بـ 305 تريليون دولار في حال استمرار موجة تضخم الثروات التي بدأت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وحذر التقرير قادة العالم من أن التضخم المستمر للثروات بين أيدي أثر أثرياء العالم خدال العقد المقبل سيغذي مشاعر عدم الثقة والغضب بين سكان العالم بشكل عام ومنذ عام 2008 تشهد ثروات طبقة العليا من أثرياء العالم زيادة مضطردة بنسبة 6% سنويا مقابل زيادة بنسبة 3% فقط بالنسبة ل99% من سكان الأرض وترتسم الصورة نفسها في بلدان العالم المختلفة ففي العام 2017 أظهرت أبحاث أجرتها منظمة الإغاثة العالمية أكسفام أنه في نيجيريا يكسب أغنى رجل من فوائد ثرواته ما يكفي لإخراج مليوني شخص من الفقر المتقع أما في اندونيسيا يمتلك أغنى أربعة رجال ثروات تفوق يمتلك أغنى ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية ثروة توازي نصف ما يملكه أفقر سكان الولايات المتحدة بنحو 160 مليون شخص وفي البرازيل يتعين على شخص يتقاض الحد الأدنى للأجور أن يعمل 19 عاما ليحقق المبلغ الذي يتقاضاه الأغنياء في شهر واحد ويشير المحللون إلى أن الثروة أصبحت مركزة في فئة معينة بسبب عدم المساواة في الأجور والمعدلات المرتفعة في المدخرات بين الأغنياء وتكدس الأصول ويرى بعض الباحثين أن التفاوت في مستويات الدخل قد لا يكون هو التحدي الأساسي الذي يواجهه العالم بل غياب العدالة التي اعتبروها التحدي الأكبر مشيرين إلى أنه من المهم الاعتراف بوجود علاقة بين الفقر والظلم وفي الوقت الذي تتجه فيه الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 يبرز الفقر كتحدي واضح أمامها ومع استمرار وطيرة عدم المساواة في توزيع الثروات يبقى الأغنياء أغنياء إلا أن الفقراء يصبحون أشد فقراء ومن قناة الغد إلى قناة العربية والتعريخ 2018 مليار شخص في العالم يعيشون تحت خط الفقر وفق تقرير الأمم المتحدة هذه الإحصائيات المهولة تأتي مع ذكر السابع عشر من أكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر البنك الدولي يقول إن أعداد الفقراء في أنحاء العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول اتساع مساحة الفقر في الخريطة العالمية ربما يعزى في الغالب إلى تصاعد رقعة نزاعات والحروب والمتغيرات المناخية فقد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن نصف عدد سكان العالم تقريبا يعيشون بأقل من نحو خمسة دولارات يومية وأن مليار شخص في مئة دولة يصنفون على أنهم تحت خط الفقر بين هؤلاء ستمائة واثنين وستون مليون طفل دون سن الثامنة عشرة ثلاثة وثمانون في المئة من فقراء العالم يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا غير أن توقعات أولية للبنك الدولي تشير إلى أن الفقر المتقع انخفض إلى ثمانية في المئة خلال العام الحالي مشيرا إلى أن مبادرات التنمية الحكومية لبعض الدول حققت نتائج إيجابية في مكافحة الفقر مستدلا على ذلك بالهند حيث أن مئتين وواحدا وسبعين مليون شخص خرجوا من دائرة الفقر خلال الفترة من 2005 حتى عام 2016 بفضل تلك المبادرات لكن هناك دولا عدة خصوصا في العالم الثالث ما زالت تحتاج إلى مستويات عالية من التعليم والرعاية الصحية والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الحيوية للنهوض بأوضاعها الحالية ومكافحة الفقر العنوان الثاني أزمة الغذاء قناة الغد الفضائية والتعريخ 2017 ميلادي الجوع المشكلة الأخطر التي تهدد حياة الملايين من البشر في العديد من دول العالم خصوصا في الدول الفقيرة التي لديها من المشاكل لما يكفي ليفاقم أزمة الجوع والعطش والمرض تقرير للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي في العالم كشفان عدد الجياع عود الارتفاع بعد تراجع مستقر استمر أكثر من عشر سنوات ليصل إلى ثمانمائة وخمسة عشر مليون شخص في عام 2016 أي أحد عشر بالمئة من سكان الأرض التقرير الذي أزرته عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة منها الفاو أكد أن خمسمائة وعشرين مليون شخص يعانون من الجوع في آسيا بنسبة أحد عشر بالمئة ومئتان وثلاثة واربعين مليون في إفريقيا بنسبة عشرين بالمئة واثنين واربعين مليون في أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة ستة وستين بالمئة مشيرة إلى أنه من أصل ثمانمائة وخمسة عشر مليون شخص يعانون من الجوع في العالم يعيش أربعمائة وتسعة وثمانون مليون في دول تشهد نزاعات الوكالات الدولية أكدت أيضا أن حوالي مئة وخمسة وخمسين مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية فيما يعاني ثنان وخمسون مليون طفل من دمور في النمو بسبب الجوع يتركزون جميعا في مناطق الحروب والنزاعات ورجحت المنظمات الدولية أن يرتفع عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام الفين وخمسين متوقعة أن يزيد الطلب العالمي على الغذاء بنسبة خمسين بالمئة ويختلف مخزون الغذاء في العالم بسبب الجفاف والتلوث وازدياد عدد السكان ما أدى بالتالي إلى اختفاء نصف الغابات في العالم ونضوب مصادر المياه الجوفية وتأكل التنوع البيولوجي والواقع أن الدول الصناعية لا تعاني من نقص في الغذاء كالدول النامية بسبب وجود الأموال الكافية لتطوير الزراعة بالإضافة إلى المناخ الذي يساعدها في حل الكثير من المشاكل كما أن ارتفع عدد سكانها يعتبر أقل من تزايد إنتاجها للغذاء وعلى النقيد تماما تعاني الدول النامية من مشاكل لا حصر لها تبدأ بالمناخ والجفاف والتصحر عدم توفر الأموال لتطوير القطاع الزراعي ناهيك عن الحروب والنزاعات حيث أشارت المنظمات الدولية إلى أن اليمن وسوريا ونيجيريا من أكثر البلدان التي تعاني من نقص حاد في الغذاء بسبب الحروب ويتمثل التحدي الرئيسي في إنتاج المزيد بموارد أقل مع حماية وتعزيز سبل معيشة المزارعين والانتقال إلى عنظمة غذائية أكثر استدامة بالإضافة إلى زيادة الإنفاق لتطوير الأبحاث الزراعية والمناخية وفي حال تم القضاء على الجوع كما تخطط الأمم المتحدة فإن هذا سيغير وجه العالم حيث سيتم إنقاذ ثلاثة ملايين طفل كل عام كما سيزيد الناتج المحلي للبلدان النامية بالإضافة إلى زيادة العمالة بنسبة 9% وفي النهاية بناء عالم أكثر أمنا وازدهارا وخال من الجوع قناة الجزيرة هي أيضا تحدثنا عن أزمة الغذاء والتعريخ 2021 أظهرت موطيات الأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات وقالت منظمة الأمم المتحدة لأغذية والزراع الفاو قالت إن مؤشر أسعار الغذاء قفز للشهر الثاني على التوالي بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من عقد وهما قد يؤدي إلى تسريع واترة التدخم وتعقيد جهود البنوك المركزية في تقديم المزيد من المحفزات ومما يفاق مرتفاع الأسعار الجفاف الذي يضرب مناطق الزراعة الرئيسية في البرازيل وتباطئ إنتاج زيوت نباتية في جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى أزمة الإنتاج التي خلفها وباء كورونا في أرجاء العالم ومن أزمة الغذاء إلى المجاعات التي تنتشر هنا وهناك سكاي نيوز عربية والتأريخ 2021 لم يعد الخوف من تهديد وباء كورونا لحياة الناس بل باتت المخاوف من الجوع والفقر في العالم الأكثر تهديدا ومن أكبر الأخطار على العالم فبحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرس وبمناسبة يوم الغذاء العالمي فإن نحو ثلاثة مليارات شخص أي نحو أربعين بالمئة من سكان الأرض غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي وعدم حصول هذا العدد من الأشخاص على غذاء مناسب يزيد من عدد المصابين بأمراض السمنة وسوء التغذية وغيرها وأشار جوتيرس إلى أن تأمين الغذاء شهد نقصا وتدهورا كبيرا من جراء كورونا وعدد من الأسباب الاقتصادية مما تسبب بمعاناة 140 مليون شخص من نقص الغذاء ولا تقتصر الأزمة على سوء التغذية أو نقصها بل تجاوزتها إلى مستويات كارثية فقد نشرت منظمة أوكسفام في سبتمبر الفائت أن 11 شخصا في العالم يموتون كل دقيقة من الجوع بالإضافة إلى أن أكثر من 520 ألف شخص على حافة المجاعة استرتفاعا مستمر لأعداد من يواجهون الجوع في بلدانهم التي تشهد صراعات عسكرية وكان برنامج الغذاء العالم حذر من أن أكثر من 270 مليون شخص في العالم ومعظمهم في أفريقيا والشرق الأوسط يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مع تعرض الملايين لخطر الموت جوعا إذن الأزمة الغذائية لم تعد تدور حول نوع الغذاء وكونه صحيا أو لا بل باتت الأزمة في ظل هذه الأرقام الصدمة بشأن ما إذا كان الغذاء وبحدوده الدنيا متوفر للملايين الذين يتربص الموت بهم الجزيرة أيضا تحدثنا عن المجاعة وتاريخ 2021 للبقاء على قيد الحياة يعتمد نحو 60 مليون شخص في العالم على المساعدات الإنسانية حسب الأمم المتحدة رقم ضخم يتوزع على امتداد خريطة العالم حيث بؤر ساخنة يتفاقم فيها النزاع والنزوح والأوبئة والكوارث الطبيعية الخطر دق ناقوسه أيضا برنامج الأغذية العالمي الذي أشار إلى أن 960 مليون شخص في العالم ليس لديهم ما يكفي من الغذاء 64 مليون منهم منتشرون في 12 دولة عربية هذه الاحتياجات المتفاقمة ترجمها مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حجم مساعدات دولية بلغ في مجال الصحة مثلا عام 2019 أكثر من 3 مليارات ونصف مليار دولار الاحتياجات الطريقة للمساعدة في قطاع الزراعة بلغت 4 مليارات دولار ولمكافحة الحرمان من التعليم ضخ أكثر من 6 مليارات ونصف مليار دولار في أفغانستان الخارجة لتوها من أتون الوجود الأجنبي يعتمد حوالي 52% من الأفغان على الدعم الدولي منذ عقود ويحتاجون إلى مساعدات تقدر بنحو 600 مليون دولار بحلول نهاية هذا العام حسب الأمم المتحدة الجانب القاتم هنا هو أن القائمة الأكثر احتياجا للمساعدات تصدرتها سنة 2020 دول عربية مثل سوريا واليمن ولبنان أي ما مجموعه نحو 6 مليارات ونصف مليار دولار بينما اعتلت الولايات المتحدة قائمة الدول التي ساهمت في التبرع بنحو 9 مليارات دولار حسب التقرير السنوي البريطاني للمساعدات الإنسانية العالمية وللمشهد الإنساني المؤلم في العالم أكثر من وجه ففي الوقت الذي يغرق فيه ملايين الأشخاص في الفقر تأتي جائحة كورونا لتزيد الوضع سوءا فعدد المحتاجين إلى مساعدات هذا العام قفز إلى 235 مليون شخص أي بزيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي حسب الأمم المتحدة الأيام الصعبة ستستمر في كثير من الدول الفقيرة التي ستواجه عجزا قد يصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2025 جراء تدعيات كورونا صندوق النقل الدولي دخل على خط الأزمة وأعلن في أغسطس الماضي أنه سيوزع نحو 650 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد العالمي لكن الجهد الدولي لإيصال هذه المساعدات غالبا ما يترافق مع عوائق ومخاطر فمعظم الاحتياجات تكون في مناطق التوتري والصراعات مثل اليمن وسوريا وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان فكلما نقلت الأخبار أنباء تصعيد عسكري وقصف في إحدى مناطق النزاع يمكن توقع اندلاع أزمات إنسانية جديدة وتفاقم الاحتياجات من نزوح وتعطل مرافق حيوية أو مواقع محاصرة ومعتقلات لا يمكن الوصول إليها بل وانتشار أوبئة ليرتفع مجددا عداد الاحتياجات ومعه ترتفع مطالب الدعم والإنفاق الدولي بعد الفقر وأزمة الغذاء والمجاعة في الأرض عنوان الرابع مشكلة الحيوانات المنوية عند الرجال عند رجال الأرض الدكتور بيرج من مشاهير الشبكة العنكبوتية يخبرنا عن هذه الحقيقة عبر قناته على اليوتيوب Hi guys, today we're going to talk about why the sperm count is downtrending 1973 to 2011. It crashed down by 60%. Okay, now why is that? It's pretty mysterious. What is behind that? Because it's very difficult to tell you exactly, but there are several factors that definitely have a huge impact on lowering testosterone in reducing sperm count and sperm motility. Okay, number one, phthalates. Okay, this comes from plastic. Using too many plastic containers, water bottles, also microwaving things in plastic containers are really, really bad. There's so much plastic around us. Everywhere you go, the food's in plastic. That plastic is bioaccumulative. It can build up in the tissues. It's anti-androgenic. And it has significant impact on lowering your sperm counts and your testosterone. All right, estrogen. If a guy has too much estrogen, that is going to lower testosterone and sperm count. Now, the fatter someone is, the more estrogen they're going to make. Because fat, through the help of this enzyme, turns testosterone into estrogen. Also, the exposure to estrogen from chemicals in the environment can mimic estrogen. It's called endocrine disruptors. It's like the pesticides, insecticides, herbicides, fungicides. That's why it's highly recommended that you do organic. Number three, insulin resistance. Okay, high levels of insulin, which occur when you have insulin resistance, will lower your testosterone. This probably is a really big cause right here with this one right here. Because this has been getting worse from the 70s to right here. If you're on statins to lower your cholesterol, that could be another reason. Why? Because testosterone is a sex hormone made from cholesterol. So if you block your cholesterol production, guess what? You block the influence over your testicles. All right, number five, GMO foods. There's a huge connection between glyphosate, which is the Roundup Ready chemical, and lowering sperm counts. I put a study down below. You can check it out. This is why it's vital to start doing organic foods. And then soy. Soy is in so many different foods. Soy protein isolates. It's in so-called keto-friendly bars. It's in a lot of diet shakes. It's a lot of different foods, especially if someone is a vegetarian or a vegan, and they're doing a substitute type meat. Soy has been directly associated with lowering sperm count. I put some links down below. حديث الدكتور بيرج تأريخه 2020 العنوان الخامس انقراض النباتات قناة الجزيرة تحدثنا والتأريخ 2016 ميلاد ديل منها بالحماية المطلوبة العالم يشهد تحولا كبيرا في استخدام الأراضي مدفوعا بالأنشطة الزراعية إضافة إلى التأثير السلبي للتغيرات المناخية لكننا بالمقابل ما نزالوا نكتشف ألفين نوعا جديد من النباتات كل عام وهذا شيء للتحرك سريعا ومن الجزيرة وهي تحدثنا في 2016 إلى سكاي نيوز عربية 2019 تشهد الأرض هلك أنواع كثيرة من النباتات بشكل غير مسبوق وهو ما يطلق عليه علماء البيئة انقراد الهولوسين حيث كشف تقرير للأمم المتحدة أن مليون نوعا من النباتات مهدد بالانقراد انقراد الكائنات الحية ظاهرة رافقت نشوء الحياة على كوكب الأرض لكن السؤال الأهم هل زاد معدل الانقراد؟ توضح دراسة نشرتها مجلة بوبيلر ساينس أن معدل اندثار بعض النباتات أسرع بـ 350 مرة من المتوسط التاريخي وهو ما له عواقب مدمرة على بعض الأنواع النادرة وتعد مداج أشكر موطنا لنحو 12 ألف نوعا من النباتات و 80% منها مستوطنة أي لا تنمو في أي مكان آخر في الوقت نفسه تعد انجلترا موطنا لنحو 1859 نوعا من النباتات لكن 75 نوعا منها مستوطنة وتسمى المناطق التي تعرف معدلات استثنائية من التنوع البيولوجي والمعرضة في الوقت نفسه لخطر التلاش على يد البشر مثل مداج أشكر بالنقاط الساخنة استنادا إلى الأرقام فمن المتوقع أن تشهد مناطق التنوع البيولوجي الساخنة انقراد عدد أكبر من النباتات مقارنة بالنقاط الباردة مثل انجلترا لكن هذا لا يعني أن تلك المناطق لا تستحق المحافظة عليها فهي تحتوي غالبا على نباتات فريدة وكان أهم عاملين مسببين للانقراد في النقاط الساخنة والباردة على حد سواء بحسب الدراسة هما الزراعة والتحضر والتلوث البيئي الطبيعي أو الذي ينتج عن البشر هو من بين الأشياء التي قد أدت إلى انقراد الكثير من النباتات البرية حيث من الممكن أن يحدث التلوث نتيجة الكثافة السكانية في منطقة عانت من انقراد بعض الحيوانات والنباتات ولحماية الكثير من النباتات البرية من الإنقراد تسعى اليوم الكثير من المنظمات العالمية إلى توعية الكثير من البشر إلى أهمية المحافظة على النباتات التي من الممكن أن تنقرض خلال الفترة القادمة ولقد أقيمت الكثير من المحميات الطبيعية التي تضم الكثير من النباتات المعرضة إلى الانقراض على أن يتم وضع تلك المحميات في مناطق بعيدة عن حياة الإنسان حتى لا يتمكن البشر من التأثير عليها بقصد أو دون قصد من خلال الكثير من العوامل التي يتسبب بها الإنسان والكوارث البيئية والطبيعية ومن 2019 ميلادي إلى 2021 على القناة نفسها سكاي نيوز عربية هل تنقرد نصف الأشجار البرية في العالم؟ فرضية إذا ما تحققت ستؤدي إلى انهيار النظام البيئي كشفت دراسة عالمية أن ما يقرب من ثلث أنواع الأشجار في العالم عرضة لخطر الانقراض فعلى مدى خمس سنوات أجرت المنظمة الدولية للحفاظ على الحضائق النباتية هذه الدراسة وخلصت نتائجها إلى أن 17500 نوع من الأشجار مهددة بالانقراض يمثل هذا الرقم نحو 30% من إجمالي أنواع الأشجار في العالم ولم يتبقى من 440 نوعاً سوى أقل من 50 شجرة في البرية ويشير التقرير أيضاً إلى أن آلاف الأنواع من الأشجار في الدول الست الأولى على مستوى العالم من حيث تعدد أنواع الأشجار معرضة لخطر الانقراض ويوجد أكبر رقم لهذه الأشجار في البرازيل حيث تم تسجيل أكثر من 1700 نوع يواجه خطر الانقراض وتأتي بعد البرازيل خمس دول أخرى هي اندونيسيا وماليزيا والصين وكولومبيا وفنزولا انهيار النظام البيئي هو النتيجة المترتبة على انقراض ألاف الأشجار فالأشجار تساعد في دعم النظام البيئي الطبيعي وهي عنصر حيوي لمكافحة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وبعد العنوان الخامس انقراض النباتات يأتينا العنوان السادس إنها مشاكل الزراعة 2021 عبر سكاي نيوز عربية لطالما كان الجفاف ودرجات الحرارة من أبرز التحديات أمام نجاح الموسم الزراعي وما زال التحدي مستمرا إذ تقدر منظمة الأغذية والزراع الفاو أن 40% من الانتاج العالمي للمحاصيل تفقد سنويا بسبب الآفات النباتية الناجمة عن آثار التغيرات المناخية إذ تتحول لآفات معضية وموزعة وحدة في العالم وأصبحت تمثل تهديدا على الأمن الغذائي والبيئة يعتبر السفر والتجارة العالمية من العوامل الرئيسية لانتشار نصف الأمراض النباتية ليتضاعف حجمها ثلاث مرات في العقد الأخير في حين يشكل التقص ثاني العوامل المؤثرة في الآفات النباتية ويجد الباحثون أنه من الصعب القضاء على الآفات النباتية حين تتوطن بإقليم جديد فعملية المعالجة تحتاج لوقت طويل وتكاليف مرتفعة ولذلك أطلقت مبادرات دولية عديدة لتقويض عواقب التغير المناخي إذ تقدر تكلفة الأمراض النباتية على الاقتصاد العالمي بأكثر من 220 مليار دولار سنويا الأمر الذي استدعى تحسين التدابير للحد من انتشار الآفات دوليا عبر التجارة والسفر وإدخال تعديلات على الأنظمة الخاصة بحماية النباتات إلى جانب تكثيف الدراسات والاستثمارات لتعزيز النظم والبنى للصحة النباتية ويبقى الهدف العالمي تحقيق الأمن الغذائي رغم الأزمات التي أوصلت أسعار الأغذية العالمية لأعلى مستوى منذ عقد في زمن كورونا فهل تنجح الجهود الدولية في الحد من تماد التغيرات المناخية؟ إنها سنتنا 2021 التي بدأت شيئا فشيئا تجر أذيالها فنحن في أيامها الأخيرة الموضوع نفسه مشاكل الزراعة وعلى القناة نفسها سكاي نيوز عربية بعض أبرز المحاصيل الزراعية في العالم مهددة بالانقراض تحذير أصدره الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في لائحة حمراء تتضمن محاصيل أساسية عرض للانقراض اليوم وذلك وفق هذه اللائحة تواجه الأقارب البرية للفانيليا مثلا وموطنها أمريكا الجنوبية والوسطى أعلى مخاطر الانقراض بين أكثر من 200 محصول زراعي تم تحليلها في المكسيك وغواتيمالا وسلفادور وهندراس في أمريكا الوسطى منشأ المحاصيل الأساسية في العالم والتي تعتبر أساسية تحديدا للأنظمة الغذائية البشرية وأيضا صناعة الملابس يلي الفانيليا القطن البري الذي يحول بالمرتبة الثانية وتعاني 92% من أنواعه خطر الانقراض في المقابل تواجه ثلاثة من كل خمسة أنواع من الأقارب البرية للأفوكادو الخطر نفسه وهو بطبيعة الحال خطر الانقراض في حين أنه 23% من أنواع البطاطا البرية مهددة بالزوال بدورها وفق القائمة الحمراء نفسه وظهرت أيضا أنواع من الفصولية البرية والكوسة والفلفل الحار والطماطم باعتبارها مهددة بالانقراض بنسبة 35% من جميع الأنواع المدروسة ويمكن أن نضيف إلى هذه المحاصيل أيضا الموز والتفاح والخوق والزنجبيل بما أنها مدرجة على هذه القائمة أيضا ويرجع الخبراء خطر انقراض هذه المحاصيل بداية إلى طرق الزراعة واستخدام المبيدات بالإضافة إلى القدرة المحدودة لهذه الأنواع على التكيف مع الظروف المناخية الجديدة فكما نعرف درجة الحرارة أخذ في الارتفاع بسبب تغير المناخ الذي يسبب بدوره تغير الأفات وزيادة الأمراض التي تؤثر على النباتات المزروعة تهديد متفاقم إذن قد يسبب إن لم يتم التوصل إلى حلول متعددة الأوجه خللا بالأمن الغذائي ليس فقط بأمريكا الوسطى ولكن أيضا بكل أنحاء العالم العنوان السابع انقراض الحشرات عبر قناة فرانس 24 والتأريخ 2019 ميلادي تخيلوا أزهر متفتحة من دون نحلة أو حدائق من دون فراشات أمر يصعب ازدعبه ولكن هذا الأمر قد يصبح واقعا قبل نهاية القرن الحالي لأن دراسة علمية حديثة أثبتت بأن الحشرات في تناقص مستمر وأربعون بالمئة منها بمختلف أنواعها مهددة بالانقراض والسبب في ذلك هو كثرة مبيدات الحشرات ولكن أيضا قلة الوعي بضرورة وجود هذه الكائنات عندما نتعرف عن قرب على هذه الحشرات نعي أنه يجب تفادي الحاق الضرع بها فوجود الحشرات ضروري من أجل سير الحسن للطبيعة كما أن الحشرات هي الأكل الرئيسي للعديد من الحيوانات كالقنفد مثلا هناك الكثير من الحيوانات التي تتغذى أساسا على الحشرات كالطيور التي تتغذى من الحشرات أو من دود الحشرات مثلا حسب أخر الأحصاءات البيئية أكثر من 30% من الطيور انضثرت بسبب تناقص الحشرات في الحقول والبرار الفرنسية فمن أجل محاربة هذه الظاهرة يحث الغلماء المسؤولين عن قطاع الزراعة الحد من استخدام الأسمدة التي تقضي على الخشرات في الزراعة وزيادة الوعي لدى البشر بضرورة الحفاظ عليها العنوان الثامن انقراض الحيوانات وعبر قناة الجزيرة والتعريخ 2016 ميلادي محمية مسايمار الطبيعية في كينيا شهدت في منتصف العام الحالي موجات هجرة لبقر الوحش عبر الحدود مع تنزانيا وصولا إلى حيث الماء والكلأ في سهول سيرينجاتي إلا أن خبراء الاتحاد الدولي للحياة الطبيعية سجلوا انخفاضا في أعداد تلك الحيوانات بسبب التغيرات المناخية والتصحر إضافة إلى ازدهار تجارة اللحوم وما ينتج عنها من عمليات صيد غير مشروع كذلك سجل العلماء هذا العام إضافة زرافات روزتشايلد في كينيا إلى قائمة الكائنات المهددة بالانقراض في الوقت الذي كان باحثون يطورون تقنية للتعرف على حمير الوحش من خلال الخطوط السوداء التي تتميز بها في محاولة لإحصائها بعد أن تبين أن أعدادها من فصيلة جريفي هي الأخرى في تناقص مضطرب وفي كينيا أيضا يصارع وحيد القرن الأبيض في معركة مصيرية من أجل البقاء فقد بلغ تغول البشر عليه سعيا وراء قرنه العاجي إلى حد إبادته بشكل شبه نهائي ولم يبقى منه سوى ثلاثة على سطح الكوكب وفي سبتمبر الماضي أظهرت دراسة أن أعداد الفيلة الإفريقية من فصيلة سافانا تتناقص بسرعة دراماتيكية نظرا لهجمة تتعرض لها من قبل تجار العاج في طول القارة وعرضها كما أن الفيلة تتعرض أحيانا للقتل عندما تقترب من مزارع البشر ما حدى بالحكومة الكينية إلى دفع طاوضات عن كل حادثة تتعرض فيها مزرعات للتلف من قبل الفيلة شرط أن يمتنع المزارعون عن قتل الحيوان المتسبب أما المفارقة فتأتي من جبال أفغانستان حيث تمكن الناشطون بيئيون من إنقاذ النمر الثلجي من شفير الانقراب ففي ولاية بدخشان أقيمت محمية طبيعية على مساحة مليون هكتار مربع عمل فيها متطوعون على تكاثر هذه الحيوانات وكانت النتيجة عودة أعدادها إلى الازدياد حتى بلغت 140 نميرا ومن 2016 إلى 2017 ميلادي عبر قناة فرانس 24 إنذار للخطر أطلقته دراسة نشرتها إحدى المجلات العلمية الأمريكية حذرت فيها من انقراض متسارع للحيوانات حسب باحثين أمريكيين ومكسيكيين تقلص كبير يشهده ثلث أصناف الحيوانات الفقارية الفهود والأصود الإفريقية 43% منها اختفت منذ عام 93 أكثر من نصف الحيوانات على الأرض اختفت خلال أربعين عاما انقراض الحيوانات يعني أيضا انحصارا للأراضي التي تعيش فيها 40% من الثديات انحصرت أراضيها بنسبة 80% بين عامي 1900 و2015 أسباب عديدة أدت لهذا الانقراض الزراعة، استغلال الغابات، التمدن والمناجم، الاستغلال الكبير للحيوانات، التلوث والأمراض، وبالتأكيد تغير المناخ الإنسان هو المسؤول المباشر بسبب استهلاكه المفرد العواقب كارثية على النظام البيئي وبالتالي على اقتصادنا فالحياة النباتية والحيوانية ضرورية لتنقية الهواء وللتلقيح على سبيل المثال وحسب العلماء فإنه علينا التصرف خلال عقدين أو ثلاثة ومن 2017 ميلادي إلى 2019 ميلادي وعبر قناة العربي ما إن السعي الحثيث وراء النمو الاقتصادي وتغير المناخ يهددان قرابة مليون نوع نباتي وحيواني بالانقراض وخلص التقرير الذي أقرأته 130 دولة إلى أن تحولا واسع النطاق في الاقتصاد العالمي والنظام المالي هو وحده القادر على إنقاذ النظم البيئي المهمة لمستقبل مجتمعات البشر على مستوى العالم من شفل انهيار سنزورها قريبا في المتاحف كائنات تصارع للبقاء تواجه خطر الانقراض بنسب غير مسبوقة أما السبب فنحن أكثر من مليون نوع من النباتات والحيوانات تفقد بمعدد عشرات أو مئات المرات أسرع من الماضي نتيجة خلص إليها التقرير الأممي Global Assessment بمشاركة 145 خبيرا من 50 دولة أجمع على أن نظامنا البيئي في أسوأ أوضاعه نحن نفقد الأنواع بمعدل تاريخي تقريبا 500 إلى مليون نوع مهددون بالخسارة لقد فقدنا الكثير من غاباتنا المحلية وأراضينا الرطبة وفعالية التنوع البيولوجي تعتبر قضية ذات أهمية مماثلة لتغير المناخ إنها ليست مجرد قضية بيئية إنها قضية اقتصادية قضية تنموية وأمنية واجتماعية وأخلاقية لقد حان وقت العمل بوضوح حان وقت العمل فالأوان لم يفض بعد على الرغم من الأرقام المرعبة التي توصل إليها التقرير فأن اتباع شكل اقتصادي جديد يمكنه الحد من الكارثة البيئية بحسب العلماء خاصة وأن النشاط الإنساني هو السبب الرئيسي وراء الأزمة الطبعية مع تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز في إطار صناعة الوقود النمو الاقتصادي وسيلة وليس غاية نحن بحاجة إلى النظر في نوعية حياة الكوكب والنظر في عدم المساواة التي أمامنا ما خلقته اليد الإلهية تفسده أياد بشرية يقطع الإنسان الطريقة أمام النمو والتنوع الطبعي من خلال أسلوب حياة خاطئ ينعكس بشكل مباشر على سلامة البشر في أنحاء العالم تقرير بمثابة صافرة إنذار للتحرك ليس بالهرعي لالتقاط آخر صور للأنواع المهددة بل بإنقاذ ما تبقى قبل أن تتحول مئات الكائنات التي تعيش حولنا اليوم إلى صور في كتب العلوم أو هياكل محنطة في متاحفنا هكذا يرسم الإنسان صورة الأرض الفقر أزمة الغذاء المجاعة مشكلة الحيوانات المنوية عند الرجال إنقراض النباتات مشكل الزراعة القاتلة إنقراض الحشرات إنقراض الحيوانات القائمة لازالت مفتوحتان ومستمرتان نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس العنوان التاسع إنه العنوان الذي يعلق عليه البشر كل فسادهم الذي أفسدوه في الأرض العنوان التاسع المناخ قناة هنا لبنان والتاريخ 2021 نازا تطلق صورا مروعة تكشف التأثير المدمر لظاهر التغيير المناخ على كوكبنا أطلقت وكالة نازا سلسلة من صور الأقمار الصناعية الصادمة التي يبدو أنها تكشف التأثير السيء لتغيير المناخ وكيف يغير كوكبنا وتظهر مجموعة صور المأخوذة من الفضاء والمسمات صور التغيير الاختلافات التي حدثت نتيجة تغيير المناخ وتوسع الحضارة والفيضانات والحرائق ويشمل وذلك انكماش الأنهار الجليدية في نيوزيلندا والثلوش في الصحراء الكبرى وذوبان الجليد في كندا والحد من السفر في موهان في الصين بسبب قيود فيروس كورونا وتتكون المجموعة من أكثر من خمسمائة صورة بما في ذلك لقطات قبل وبعد التي التقطت من أسابيع إلى عقود تظهر حقيقة أثر تغيير المناخ على الأرض نرى في الصور مجموعة تظهر النهر أوك الجليدي في أيسلندا وقد ذابت تماما واشتعلت حرائق الغابات في الأرجعطين وفيضانات موسمية في باكستان والتقط نصف الصور قبل وقوع الحدث في بعض الحالات قبل أربعة عقود ونصفها يظهر الموقع نفسه بعد وقوع حدث كبير ويقول بحثو المركز الوطني لبيانات الجليد والثلوج أن عام 2020 شهد ثاني أدنى امتداد للجليد البحري في القطب الشمالي في تاريخ سجلات الأقبار الصناعية البالغ اثنين وأربعين عاما وقال مدير المركز مارك سيريز يتقلص الجليد في الصيف لكنه يصبح أرق أيضا وقال جوي كوميسو هالي بنازا بالمعدل الذي نلاحظه من المحتمل جدا أن يختفي الجليد البحري الصيفي في القطب الشمالي تماما خلال هذا القرن والتقطت نازا أيضا صورا للأحداث البشرية أظهرت انخفاضا كبيرا في مستويات حركة المرور في وهان في أوائل عام 2020 في بداية جائحة فيروس كورونا وإلى غناة الجزيرة والحديث عن المناخ والتاريخ 2021 غابات الأمازون الواقعة في أمريكا الجنوبية التي تعد أحد رئات كوكب الأرض وتساهم في استقرار مناخ العالم تستغيث الآن مع استمرار الحرائق وقطع الأشجار هناك هذا ليس إلا مثلا واحدا على التغير المناخي على كوكب الأرض الذي أشار مشروع تقرير أعده خبراء المناخ في الأمم المتحدة إلى أنه سيدمر حتما الحياة كما نعرفه حاليا على كوكبنا في غضون 30 عاما وحتى أقل التقرير الذي قدم تقييما كاملا للواقع لن ينشر قبل شباط فبراير المقبل لكنه قدم صورة أكثر تشاؤما بكثير من التقرير السابق الصادر عام 2014 ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تعهد العالم في اتفاق باريس عام 2015 بحصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين أو حتى درجة ونصف الدرجة فأن هناك احتمالا بنسبة 40% أن يتم تجاوز عتبة الدرجة ونصف الدرجة مئوية على أساس سنوي بحلول العام 2025 ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه حتى مع حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين فإن مئات ملايين سكان المدن الساحلية سيكونون عام 2050 معرضين للخطر بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر ما سيؤدي أيضا إلى موجات نزوح كبيرة ويلفط التقرير إلى خطر الآثار المتتالية حيث قد تتعرض بعض المناطق شرق البرازيل وجنوب شرق آسيا ووسط الصين وكل المناطق الساحلية لثلاث أو أربع كوارث مناخية متزامنة وحتى أكثر كموجات حر وجفاف وعاصير وحرائق وفيضانات وأمراض يحملها البعود ويضيف التقرير أنه في حال تخطي الاحترار المناخي الدرجتين المئويتين قد يتزايد على سبيل المثال ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب القطب الجنوبي الذين يحتويان على كمية كافية من المياه لرفع مستوى مياه البحر 13 مترا وهي نقطة تحول لا يمكن الرجوع عنها وأكد التقرير أنه لا يتوافر حل سحري واحد لكن في المقابل قد يكون لخطوة واحدة تأثيرات إيجابية متتالية ورغم التقييم المقلق الذي يحمله التقرير إلا أنه يعطي بعض الأمل حيث يمكن للبشرية أن توجه مصيرها نحو مستقبل أفضل عبر اتخاذ تدابير حازمة فورية للحد من تسارع وتيرة التغير المناخي في النصف الثاني من القرن تتمثل بتحول جذري للآليات والسلوكيات على مستوى الأفراد والجماعات والشركات والهيئات والحكومات إنها المشكلة نفسها التي تؤرق العلماء في أيامنا هذه أتحدث عن علماء الأرض عن علماء الكون عن علماء الطقس والمناخ عبر سكاي نيوز عربية والتاريخ أيضاً 2021 ميلادي الفيضانات التي ضربت غرب أوروبا في الفترة الأخيرة وحرائق الغابات في الولايات المتحدة وغيرها دقت نقوس الخطر بشأن الاحتباس الحراري أحدث دراسة بهذا الشأن وقع عليها أربعة عشر ألف عالم وقادها باحثون من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية أكدت غصولاً بعثات غازات الاحتباس الحراري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فيما بلغ سبك الجليد أدنى مستوى له منذ أكثر من سبعين عاماً كما وصل تركيز الثاني أكسيد الكربون إلى أربعمائة وستة عشر جزءاً في المليون وهو أعلى متوسط تركيز عالمي شهري تم تسجيله على الإطلاق وأضاف الفريق البحثي أن كوكبنا قد يكون على وشك تجاوز أو تجاوز بالفعل النقطة الحرجة المتعلقة ببعض الظواهر الطبيعية ففي غابات الأمازون تم تدمير أكثر من مليون هكتار بين عامي 2019 و2020 ليبلغ معدل فقدان الغابات في المنطقة أعلى مستوياته كما تشهد الأرض زيادة مستمرة في الكوارث المرتبطة بالمناخ منذ عام 2019 مثل الفيضانات والأعصير المدمرة وموجات الحرارة الشديدة وتشير الدراسة إلى تطور إيجابي هو قلة للثمارات في مجال الوقود الأحفري بمقدار 6 تريليونات ونصف تريليون دولار بين عامي 2018 و2020 أما سبب ذلك وفقا للباحثين فهو على الأرجح انخفاض استخدام الطاقة والأسعار بسبب جائحة فيروس كورونا ويقول القائمون على الدراسة إن الدرس الرئيسي من جائحة كورونا هو أن الانخفاض الهائل في النقل والاستهلاك لا يكفي وأن هناك حاجة لتغييرات جذرية لمواجهة الخطر المناخي الذي تشهده الأرض هذه ليست لقطات من فيلم خيال علمية إنما هذا هو الواقع الذي نعيشه دراسة جديدة أظهرت أن كمية الجليد التي ذابت من جزيرة جرينلاند لوحدها تقدر بـ 3 تريليون ونصف تريليون طن خلال العقد الماضي هذا الذوبان تسبب بارتفاع مياه البحار حول العالم بمقدار نحو سنتمتر واحد بالإضافة إلى تضاعف خطر الفيضانات عالمياً بينما تضاعفت نسب جريان المياه الذائبة بنحو 21% القائمون على الدراسة أكدوا أنه في حال استمرار الوضع المناخي على حالته فإن نسبة المياه في المحيطات سترتفع بحلول نهاية القرن إلى نحو 23 سنتمتراً بينما أن الجليد في جرينلاند كفيل برفع مستوى البحار عالمياً بمقدار 6 أمتار وحتى في حال وقف الاحتباس الحرارية فإن الدراسات السابقة حذرت من أن الوضع في جرينلاند قد وصل إلى مرحلة لا عودة بسبب عدم كفاية هطول الثلوج عن تعويض ما فقد خلال السنوات الماضية ظاهرة الذوبان وارتفاع معدلات سطح البحر تهددان بإغراق أجزاء كبيرة من الدول الساحلية والطرار أهلها للهجرة منها وعلى القناة نفسها على العربية والتأريخ هو التأريخ إنها سنة الأحداث والوقائع والكوارث الهائلة 2021 ميلادي تغير المناخ وتقلبات التقس المرتبطة به تزيدان من صعوبة إنتاج غذاء كاف للعالم وهو ما تشعر بقسوته عادة أفقر الدول فما هو الرابط؟ الظروف المناخية القاسية تؤثر على المحاصيل الزراعية عالميا أمر ينعكس بطبيعة الحال على تضخم أسعار الغذاء هذا التأثير بدأنا نستشعره بعد أن اقترب ارتفاع التكاليف إلى أعلى مستوياته منذ عقد مضى تزامنا مع تزايد الجوع على سبيل المثال وصلت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح أعلى مستوياتها منذ يناير عام 2013 بفعل طلب قوي وشحن في الإمدادات العالمية أحد أسبابه الرئيسية كان الحصاد الضعيف للقمح في الربيع كما تسبب أسوأ سقيع شهدته البرازيل خلال عقدين في توجيه ضربة قاسية لأشجار البن الصغيرة في أكبر مزارع البن العالمية لترتفع أسعاره بنسبة 17% في حين أدت الحرارة الشديدة والجفاف إلى تدمير المحاصيل على جانبي الحدود الأمريكية والكندية بينما تسببت الأمطار الغزيرة بأوروبا في مخاطر إصابة الحبوب بأمراض فطرية وتوقفت الجرارات عن العمل في الحقول المغمورة ما أدى إلى خسارة المحصول تلك المشاكل في طريقها حقيقة إلى التصاعد في ظل قصور السيطرة على تقلبات المناخ ومع توقعات تفيد بارتفاع منسوب مياه البحار العالمية وبالتالي زيادة مخاطر الفيضانات دراسة نشرت نتائجها مجلة نيتشير كومنيكيشنز أظهرت أن كمية الجليد البالغة ثلاثة تريليون ونصف بلتون ونصف والتي ذابت في جرينلند أكبر جزيرة في العالم رفعت منسوب البحار العالمية بمقدار سنتيمتر واحد وتوقعت الدراسة ارتفاع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين الثلاثة إلى ثلاثة وعشرين سنتيمترا بحلول عام الفين ومئة مع استمرار طبعا ذوبان المساحات الجليدية هذه المصائب المناخية إن صح التعبير دعت الأمم المتحدة للتحذير بأن ما يحدث في أي جزء من العالم ينتد للتأثير علينا جميعا ويجعل المجتمعات تعيش تحت تأثير كوابيس تغير المناخي وحديث عن القمر عبر أي جاي عربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العنوان العاشر الخسائر المالية بعد كل الذي جرى الخسائر المالية تحدثنا عنها القناة الأولى المصرية والتاريخ الفين وواحد وعشرين أكد الاتحاد المصري ولتأمين أن الخسائر الاقتصادية العالمية من أحداث الكوارث الطبيعية في عام الفين وعشرين بلغت مائة وتسعين مليار دولار أمريكي المزيد في التقرير تالي يواجه العالم أزمة اقتصادية بسبب خسائر الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بعض الدول عام الفين وعشرين حيث بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية من أحداث الكوارث الطبيعية العام الماضي نحو مائة وتسعين مليار دولار أمريكي من حيث الناتج المحلي الإجمالية وارتفع متوسط الخسائر بنسبة واحد وستة من عشر في المائة بين عامي الف وتسعمائة وسبعين و الفين وعشرين وفقا لمؤشر حجم الخسائر الأكبر ووفقا لتقرير شركة سويسري لإعادة التأمين العالمية فإن خسائر المؤمن عليهم من الكوارث التي وقعت في عام الفين وعشرين في جميع أنحاء العالم بلغت تسعة وثمانين مليار دولار أمريكية وهي خامس أعلى خسائر عالمية الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية سوف تؤدي إلى تغيرات في أسواق التأمين وإعادة النظر في منظومة التأمين العالمية فيما يتعلق بالسعة الاكتتابية والتسعير ولكن لن يؤثر ذلك على استقرار السوق نتيجة للقدرة المالية وسياسات تنويع وتوزيع المخاطر التي تتبعها شركات الإعادة الكبرى وبلغت الكوارث الطبيعية أعلى مستوى لها في عشر سنوات حيث بلغت خسائر قطاع التأمين اثنين واربعين مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري الفين واحد وعشرين فيما سببت الفيضانات في أوروبا منذ الشهر الماضي خسائر تراوحت بين ملياري وثلاثة مليارات دولار وأودت الكوارث الطبيعية بحياة ما لا يقل عن ثلاثة ألاف في أنحاء العالم خلال النصف الأول من الفين واحد وعشرين وفي الولايات المتحدة أدت فترة البرد القارس إلى خسائر لا تقل عن خمسة عشر مليار دولار وفي يونيو الماضي أدت عواصف كبيرة في غرب وواسط أوروبا تسببت في خسائر لا تقل عن أربعة ونصف مليار دولار هذه العناوين التي أوردتها لكم وعردت ما عردت من معطيات لا تمثل الحقيقة الكاملة هذه الفيديوات تنقل لنا صوراً لقطات بنحو جزئي محدود القضية أكبر من ذلك بكثير والعناوين ليست محدودة بهذا الذي عاردته بين أيديكم سأستمر معكم إلى آخر الحلقة لكنني أذهب بكم الآن إلى فاصل عن الهيثم بن وقت عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسماهم فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على صراح فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع وصلنا إلى المشاهد الخطيرة على الأرض إنها الكوارث الطبيعية كما يطلقون عليها في وسائل الإعلام أو كما تتحدث عنها الحكومات كوارث الحياة كوارث الدنيا الكوارث الطبيعية قناة العربية تحدثنا والتاريخ 2020 ميلادي ما بين فيضانات وبراكين وحرائق تستمر تداعيات التغير المناخي في الظهور حول العالم فوباء كورونا لم يكن الكارثة الوحيدة التي شهدها انطلاق عام 2020 حيث شهد اليوم الأول من العام الجاري غرق أجزاء من العاصمة الإندونيسية جاكارتا بعد هطول أمطار غزيرة ما أدى لمقتل العشرات ونزوح الآلاف أستراليا بدورها وتحديدا العاصمة كامبيرا تعرضت لموجة من حرائق الغابات في يناير الماضي وصفت بالأسوأ تاريخيا ما دفع السلطات الأسترالية لإعلان حالة الطوارئ أما العاصمة الروسية موسكو فشهدت خلال العام الحالي تسجيل أدفأ يناير في تاريخها وتحديدا حول صفر درجة مئوية وفقا لخبراء الأرصاد الجوية الروس نحو 360 مليار جرادة اجتاحت منطقة غرب أفريقيا في فبراير الماضي لتقضي على مئات الآلاف من الأراضي الزراعية في هجوم وصفته منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة فاو بالأشرس من نوعه منذ عام 1989 عشرات القتلى خلفتهم عاصفة قوية هزت ولاية تينيسي مطلع مارس الماضي ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مدينة نجبيل ليتفقد الوضع بنفسه يبقى كل هذا مجرد نقطة في بحر الكوارث البيئية التي شهدتها الأشهر الأولى من عام 2020 بالإضافة إلى كوارث أخرى شهدها النصف الثاني من العام الذي شارف على الانتهاء ورغم كل هذا لا يبدو أن عام 2021 سيكون أفضل حالاً مع إعلان عدة منظمات مناخية أن توقف عجلة الإنتاج الصناعي بسبب كورونا قلل من تداعيات الاحتباس الحرارية ومع بدء انتشار لقاحات الوباء يزداد القلق من تفاقم الأزمة المناخية خلال العام المقبل وإلى قناة العالم والتاريخ 2021 ميلادي ذكرت شركة إعادة التأمين السويسرية سويسري أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام لكنها انخفضت بالنسبة 33% خلال عام واحد تحت مسمى الكوارث الطبيعية تندرج الظواهر الطبيعية التي تدمر مساكن الناس وحياتهم وتجعلهم بحاجة لمساعدة طارئة شركة إعادة التأمين السويسرية سويسري ذكرت أن الخسار الاقتصادي الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام الجاري لكنها انخفضت بنسبة 33% خلال عام واحد وقالت الشركة في بيان إن المبلغ أقل أيضا من المتوسط خلال عشر سنوات الذي يتجاوز 108 مليارات دولار لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة موضحة أنه الفصل الأكثر كلفة منذ العام 2011 في هذا القطع وأضافت المجموعة السويسرية التي تعمل كمؤمنين لشركات التأمين أن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى سنوات العشر الماضية بلغ نحو 33 مليار دولار وسترتفع التكاليف التي يجب أن تغطيها شركات التأمين بنسبة 4% لتصل إلى 42 مليار دولار بما في ذلك 40 مليار دولار للكوارث الطبيعية حسب المجموعة السويسرية وبعد درجات الحرارة المرتفعة جدا أواخر حزيران يونيو في كندا بدأ النصف الثاني من العام مع تزايد الأضرار المناخية بين حرائق في كاليفورنيا وفيضانات في ألمانيا والصين وكذلك حرائق في تركيا واليونان وإيطاليا وإلى خناة العربية والتاريخ 2021 ميلادي تغير المناخ يصل إلى مراحل ربما لا يمكن العودة عنها وسط حالة طوارئ دائمة تشهدها مناطق مختلفة من العالم بسبب الفوضى البيئية عدد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق ارتفع خمسة أضعاف على مدى الخمسين عاما الماضية وأودى بحياة أكثر من مليوني شخص وتسبب بخسائر اقتصادية بلغت 3.64 تريليون دولار وفق تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة التطرف البيئي بحسب التقرير أصبح أكثر عنفا في الوقت الراهن ولكن نسبة الوفيات تراجعت بفضل تحسن أنظمة الإنذار لدى الدول المتقدمة الظواهر المتطرفة للتقصي في السبعينات والثمانينات أودت بحياة حوالي 170 شخصا يوميا في جميع أنحاء العالم لكن الرقم انخفض إلى حوالي 40 وفاة يوميا في الوقت الراهن وأكدت المنظمة الأممية في تقريرها أن حوالي 90% من أكثر من مليوني حالة وفاة وقعت في الدول النامية في حين 60% من الأضرار الاقتصادية وقعت في البلدان الأكثر ثراء مسؤولو الأمم المتحدة يرفعون درجات التحذير إلى أقصاها من خطر التطرف البيئي الذي سيصبح أكثر قوة وعنفا في أماكن كثيرة من العالم في حال عدم استجابة الدول إلى تطوير سياستها البيئية محاسن حدارة العربية في الشهر التاسع من هذه السنة 2021 ماذا جرى في عالمنا هذا؟ ماذا جرى في أرضنا هذه التي نعيش عليها؟ نشاهد هذا الفيديو ماذا قدطط على الإنسان ماذا جرى في philosophy ماذا جرى في صفحي س tumبط تaros Lava approached the houses and blocked the roads Heavy rains caused flooding in San Juan del Rio, Corretaro Flooding in Tuscaloosa, Alabama An incredible thunderstorm in Turkey Flooding in Ratlon Flooding in Menorca At least seven tornadoes were recorded in Northern Italy Flooding in Lucina, Cordova Flash floods wash away houses in Minnehasa Streets are like rivers in Molina de Segura after heavy rain A 5.3 magnitude earthquake hit Victoria, buildings shattered from Melbourne to Canberra A violent storm with rain fell on Depic In Sicily, Mount Etna, the most active volcano in Europe, erupts The hurricane hit Spain Heavy rain and wind hit Nizwa and Ibray Lava destroys houses on the island of Palma Flash floods turn streets into rivers in Almendraliha The eruption of the volcano Fuego began In the Sumadinsky district of Dagestan, the flooded Andeskoi-Kohisu river washes away houses Wildfire in Sequoia National Park, California Storm and heavy rain in Ibray Flooding after heavy rain in Pakistan The weather in Sochi is not getting better A tornado has appeared in the sky over Dizhub gang From the beginning of the 9th of 2021 To the beginning of the 12th of 2021 To the beginning of the 12th of 2021 To the beginning of the 12th of 2021 A violent storm and hail hit Melbourne A terrible flood in Colombia Oman is under the blow of the elements The rain floods the streets and roads Lightning illuminates the power of the elements Thunderstorm in Sochi Heavy snowfall with a blizzard paralyzed Vladivostok Wind gusts reached 34 meters per second Strange and terrible clouds appeared in the sky over Melbourne A terrible blizzard with arctic winds at a speed of 120 kilometers per hour hit Albor Strong waves hit Alexandria Tornado in Verano Tornado in Verano Tornado in Verano There was a storm in the city of Alto Pelado, province in San Luis A very large hail fell in Maharashtra Flooding swept through the province of Semeru A blizzard hit Magadan Storm in Port Pimorans with wind gusts of 110 kilometers per hour Severe thunderstorm and lightning strikes in Brisbane Flooding after rain in Jaguacara The Semeru volcano erupts on the island of Java The Semeru volcano erupts on the island of Java Flooding in the city of Hawaras 4.12.2021 Burkan, Indonesia LH Francesca LH 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 لا اهلا وكاتلا لا اهلا وكاتلا الله أستاذ الله 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 إنها كوارث الطبيعة وعبر سكاينيوز عربية والتأريخ 2021 ميلادي غضب الطبيعة يتفجر من جديد من ألمانيا إلى الفلبين مرورا بروسيا والصين والهند سيول وفيضانات مدمرة اشتاحت مناطق عدة والحصيلة ألاف الضحايا والمفقودين وخسائر مادية لا تحصى في منطقة رينانيا بلاتينات الألمانية مزارت عمليات البحث عن مفقودين تجري بالاستعانة بالمروحيات والكلاب المدربة خاصة في المناطق التي تشهد تراكما للأنقاض التي جرفتها المياه أما في الفلبين فقد غمرت مياه الأمطار الموسمية العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة لها مما دفع بالسلطات إلى نقل ألاف المواطنين إلى مراكز الإجلاء وفي الهند واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة أثناء الخوض في الوحل والركام إذ تسببت الفيضانات في انهيارات أرضية دمرت منازل عدة في ولاية مهاراشترا في روسيا كذلك ضربت الفيضانات منطقة سوتيشي للمرة الثانية خلال شهر وتسببت في إغلاق طريق سريع كما ألحقت أضرار جسيمة بجسر على خط السكك الحديدي العابرة لسيبيريا وضع أدى إلى تعليق حركة مرور القطارات على شريان للنقل له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الروسي الصينية الأخرى شهدت أمطار غزيرة غمرت مدن عدة حيث وصل عمق المياه إلى ثلاثة عشر مترا ووفقا للخبراء فإن موجة الفيضانات هذه التي حلت بمناطق عدة مرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري من الواضح أن الفيضانات في ألمانيا والفيضانات في هنان والأمطار الغزيرة مرتبطة بالاحتباس الحراري حسنا الفكرة هي أنه عندما يكون لديك زيادة في درجة حرارة الغلاف الجوي ترتفع كذلك درجة حرارة الماء وبسبب ذلك سيرتفع معدل تبخر الماء مما سيؤدي إلى أمطار غزيرة جدا وإذا كانت مناطق عدة حول العالم قد شهدت فيضانات عارمة فإن أخرى عرفت خلال الأسابيع الأخيرة حرائق مهولة وارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة ومع ازدياد وطيرة هذه الظواهر الطبيعية تناشد مناطمات عدة حول العالم الحكومات اتخاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك للتصدي للاحتباس الحراري وما يترتب عنه من تداعيات القناة الصينية العربية CGTN والتاريخ 2021 ميلادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكوارث هي الكوارث في هذا الفيديو الكوارث هي الكوارثة الكوارث هي الكوارثة 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 اشتركوا في القناة 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 عن الامراض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجنسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكل اشتركوا في القناة انه اشتركوا في القناة 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 حاولت أن ألخص لكم مما يجري على أرضنا والتساؤلات كثيرة لماذا يجري هذا وفي هذا المقطع الزماني لماذا كل هذا يجري نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجر وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله هل الذي يجري هو نتاج طبيعي لعمل الإنسان نفسه على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات هل هذا الذي يجري هو نتاج لما يقوم به الناس من جهد مادي في إفساد الأرض وإفساد البيئة أم أنه نتاج لحالة الفساد والإفساد المعنوي هل الذي يجري عقوبة إلهية هل الذي يجري علامات تنبيه للإنسان علّه يعود إلى جادة الصواب هل الذي يجري إذان من أن البشرية بدأت تتحرك باتجاه السيناريو الثالث للمشروع المهدوي الأعظم فها هي الأرض تنبئ عن انتهاء عمر صلاحيتها هل الذي الذي يجري هو علامات من العلامات العامة التي تشير إلى قرب عصر الظهور المهدوي مثل ما حدثتنا الروايات وأخبرتنا الأحاديث عن كثرة الزلازل وسائر الكوارث الطبيعية من كل أشكالها كما يسمونها بهذا العنوان أسئلة كثيرة تطرح على طاولتي لا أريد أن أجيب على هذه الأسئلة في هذه الحلقة وإنما أردت إثارتها فقط الناس أيضا يثيرون هذه الأسئلة على الشبكة العنكبوتية أو في مجالسهم حينما يتحدثون فيما بينهم حينما يتحدثون فيما بينهم عبر الاتصالات أو حينما يكون الحديث مباشرا وجها لوجه فيما بينهم الكلام طويل والحديث ذو شجون ذو شجون ذو أغصان يتفرع في مختلف الاتجاهات سأجعل هذه الحلقة مختصة بالفيديوات التي عرضتها بين أيديكم إذا ما شاهدتم الإعادة وركزتم النظر في هذه الفيديوات وتدبرتم في الذي يجري حولنا سيكون سيكون ذلك نافعا قطعا في حلقة يوم غد سأحدثكم عن كواليس هذه المجريات وفقا لثقافة العترة الطاهرة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله